مرحباً يا من نتلكم بدارنا فمرحباً أيها الضيوف الكرام طيباً طيباً ومرحباً بجميع دروبنا الأقاض من مدراء والمعلمين والمعلمات وأولياء يقول للذب الله وبجميع ونقول لكم ما سيتم أهلاً ومتم سهلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة إلى الآباء والرياء الأمنى الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله مرحبون وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلمون أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده وجر عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدوا ورسوله القائل كلكم راعٍ وكلكم مسؤول من رعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً أما بعد أيها الأباء والأولئان الكرام أوصل إليكم هذه الرسالة كإنطلاقاً من قوله تعالى وتراصم بالحق وتراصم بالصدف ومن قبله صلى الله عليه وسلم الدين النظيحة أيها الأباء والكرام إن نعم الله عبا جل لا تحقى وأطالاه لا تعب ومن تلك النعم العظيمة وجلها نعمة الأبناء قال الله تعالى أرباء والكرام مزيدة الحياة الدنيا ولا يعرف عقب هذه النعمة إلا من قرم منها وجلاه ينفع ماله ومغسنه في سبيل قرق عن رياج لما عطابه وهذه النعمة العظيمة هي آمانة ومسؤولية يسأل عنها الوالدان يوم القيامة ودينة الكرية لا يتمل براوها وجمالها إلا بالدين وكسن الخلق وإلا كانت وبالاً على الوالدين في الجنة والآخرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته والرسل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته منتبط عليه ويقول أيضاً إن الله تابن كل راعي عم السرعان أعبد ذلك الضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته رواه النتائي وابت حفاء وقفاه الألباء فأنت أيضاً أيها الأب وأنت أيتها الأب وأنتم أولياء الأبناء سوف تحضلون فلنعدكم كل منكم للسؤال شواباً فكل من وهبه الله نعمة الزرية وجد علي أن يؤديها ما ندع لأن ينشئ بناعهم ويربيهم التربية الإسلامية وأن يتعفضهم منذ رعومة الضالين إن الطفل الناشئة كالعشينة اللينة في يد صاليها يشكلها كيفما راد أو كالصحيفة البيئة قابلة لكل ما يفتر فيها ويفخش عليها ومن هنا يجب على الغاليين أن يكون حارسين على ما يذكر منهما ما أولادهما فلا يتحدثان إلا بالصدق ولا يتقان إلا بالحق ولا يتعاملان معهم إلا بالرغمة والشفقة والرفق وأن يبلينا لأولادهما الخطر الصواب ففت اليوم ثوفاً في الرباوة وفتات اليوم ثوفاً في الرباوة وفتات اليوم ثوفاً إلا لصرح الأمة الإسلامية فعلى الوالدين أن يقوم بتنفيذ المسهد التربوي التي رسمه الإسلام وإن ما يكون ذلك عن طريق مراقبة الثلوك الأبناء والضيار الثقارين حتى لا يستطلق بسوء الأخلاق الفاديدة والعادات القبيحة فإن الأولاد إذا عودوا الخير في مريم نشأوا عليه وتعدوا به في الدنيا والآخرة وكان لواركيهم الأجر العظيم والثوان الجزيل من رب العالمين وإن نشروا على شر ودرجوا عليه شقوا وهنكوا وكان الوث والذن معلقاً برغبة أولياء مرير والغائقين على تربيتهم إذا هم أضروا في هذا الواجد فعلى المؤمنين أن يحيى نفسه وأهله من عذاب الله قبل أن تضيع المرثة ولا ينفع الاعتدار قبل أن تضيع المرثة كل مسلم في تربية أولاده في تربية الإثلا لو جدنا جيلاً من الشباب الصالح المتديني العارف بربه المتمدد لكشاء الله ومتنة رسوله وحمايتهما من كل خطر وقيانتهما من كل سوء ومكرم ولكننا نلافع أن كثيراً من الآباء يسرقون من هذا المسكولية ويعرضون بناءهم للطياع ويسرقونهم للانتراف ويسرقونهم للانتراف والجمال لسوم يدبه وقلة حيائه وكم من فتاته ألغبت بمطبة الخزي والعارة لأنها تركت إلى حديده وسارت في رحب الشيطان إلى حديده وخوفاً من فشل هذا الخطر بين الأهدر والعاملات فإن الإسلاع يناشد الآباء والأمهات أن يلزموا أولادهم وأن يلزموا ودبهم حتى لا يقعوا في شراك أهل الضلال فأيريد الإسلاع أن يتطف الأبقاء في قفات وأخلاق علي ابنبي صالح وكيفت ومسامة ابن زيد وزيد ابن آيتة ومصعد ابن عميد رضي الله عنهم أولئك الذين أطال الدنيا لأعمالهم وزيرتهم كما يريد الإسلاع أن تكون لأعمالهم متنينة عارفة بربها متمثقة بتعالي إدينها كذلك التي كانت تعول لتوجها إلى قرش يا ملي وكذفقوني لا كذف إلا قريبا ولا تطلق إلا حلايا وإياك والخوار فإنا نفر على الجوع ولا نفر على النار إن الأسرة هي المحطة الأول الذي ينشى فيه الأبناء ورب الأسرة وتوجته كلاهما شريك آخر في تلك المؤتدة الاجتماعية التي أمر الإسلام برعايتها والصباب عليها ولا يمكن أن يتحقق النجاة المطبخ إلا إذا تعاون كل من الرجل والمرض في جزبية الأولاد والولد يتأثر من والديه في أخلاقه وتلوكه وتصرفاته وتجاهاته الدينية والعقائدية ومن ثناء وإن المطبخ التي تترك أبناءها للتسكع في الشوارع والحرار فإنها ترمي بهم في الهاوية وتعظم مصنقنهم بسبب ما يكذنونه من عادات طبيحة والعادات طبيحة ومن ثناء وماذا يتعاون عليه من ألباق بكيئة يتعلمونها من ثبغات وترمية الأولاد أو أباق الأولاد لا بد أن تشمل شوائب الشرقية مُخلعة ولا بد أن يتعاون كل من الرجل والمرأة ولا بد أن يكشأ الإسلام بعقائد تريبة وعبادات صحيحة وأخلاق وثنوكية قريبة وأخلاق وتنوكية قريبة وأخلاق وتنوكية قريبة وقوفاً من فشر هذا الخطر فلن الأنسن والعادلات فإن الإسلام ناشر الآباء والمهمة على فرمية أولادهم ولا تعتدنا ولا تترى الصلاة عند ملكما بمسجة كثيرة المشاعر أو كثبة خيارهم وقلة من يدين أو بالمثيرات والمؤثرات السلبية في حالاتنا فَلَعَلَّ وَلَدَكَ يَكُونُ مُخَجًا أو يأتي الله فيه مُخَجًا أو يكون واحدًا منها يُعِيدُ لِلْأُمَّةِ مَجْدَهَا وَعِذْتَهَا بَلْ يَكْبِيقَ مَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ إذا مات الإنسان قطع عنه وعمله إلا من ثلاثة خلقة الجارية أو علم يُتفع به أو ورد صالح يدعو له روانه السلم ولا بد أن ينشأ الأبناء على عقائد سليمة وأخلاق والسلقية القبيبة وعلى الكثاب الخلال واشتنا بالخرام كما جلت على ذلك الآيات الغرآنية والآيات التبوية فأول وقية القمال ابنه وإذ قال القمال لبنه وهو يعده يَا أُدْهِكَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّعْكَ لَقُلْبٌ عَظِيمٌ وَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً لَعْدِ اللَّهِ إِنِّي عَبَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي عَلَّمُكَ كَرْمَاتِ إِحْفَدِ اللَّهَ إِحْفَدْكَ إِحْفَدِ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَارَكَ إِلَا تَأَلْتَ فَتْأَيْلَهُ وَإِلَا تَأَلْتَ فَتْنَعِمْ بِاللَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّا الْأُمَّةَ لَوِ اشْتَمَعُتْ عَلَا إِنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَتُوا اللَّهُ لَكَ وَلَوْ ازْتَمَعُوا عَلَا إِنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُّ نُبِعَتْ لِلْأَقْلَاهُ وَجَفَدْ الصُّرْهُ رَوَاهُ أَكْفَدْ وَجَفِرْمِهِيُّ وَظَحَابُ الغَلْفَانِ فهذا الذي يقفع بعد الموت ويوم الحشر ويوم اللتاء وفي الخريط ويستاوى النار حل الليل لا يقف لهم الدنيا فَيَفْلُّوكَ بِمَكُسِيْنَا هَذَا وَنُقَالُوا بِكَفْدْ وَلَسِكُمَ الْمُحْبَانِ جَوَاهُ أَكْفَدْ وَالْعَابِمُ فَقَالَ الْأَلْبَانِ حَسَّلٌ لِمَيْتِهِينَ وَيَعْلَمَ الْأَبَانُ وَالُمَّهَانِ أَنَّ مِنَ الْعَوَاعِ لِلَتَادِيَّةِ في طلاعِ الْأَبْنَاءِ أن جتعينا عينهن برؤية صلاح والدهم والبنهم أن جتعينا عينهن برؤية صلاح والدهم هذه هي القدوة هذه هي التربية القدوة في طريقة فيه طرام خاضة فيه القدوة طريقة ولم يعد هناك خدمة أمام بداينا إلا أن نبتل القلاب أو ناعف القرة القلاب أو النغد القلاب إنا لله وإنا إليه يراجعون فما أكوج الآباء والرمهان لا أعلن هنا القرآن ولا حالين نبوي في تربية الأشياء فأمر الله أيها الأب وأي نفع الأم على أين شاءنا لكم على الإكلام والأخلاق النبيلة ولا تعتذر ولا تتبطل عن نوديكما بحجة من كثيرة من أشار أو بسرة من يجل وقل من يجل أو بالمثيرات والمؤثرات تنين في حياتنا فلعل ولك يكون أمكا أو يهدي الله فيه أمكا أو يكون واحدا من من يعيد للممة خلابا والإسلام فقرطا أيها الوالد والد الكريم والدتها المفق الأدون أن تكون قدوة حسنة لأولادكم فالنحن الذي يرى ربانه يحافظ على الصلاة في الجماعة في الوالد ولا تكتر للا نوص عن ذكر الله ويعامل الناس معاملة حسنة ويعامل الناس معاملة حسنة ويتقلب من أغلاق الكريمة ويتقلب من أغلاق الكريمة ويتقلب من الأغلاق الكريمة يتأثر الإبن بذلك حتى تضير تجية تنفيذ وهذه المثل التي ترى أمها ساترة لمنها حافرة لتابها ولا تكتر القروج من بيتها ولا تسمع الغناء ولا تتلفل بغيمة ولا منذ بنبيبة فالتتخلب من أغلاق الإسلام وتسل إلى الجيران ولا تكتر أحدا قائمة بمهاب بيتها وتؤدي حق توجها تتأثر البت بذلك فبتها تنشر على هذه الأغلاق وتربت عليها فهذا بلا شك من أهم العوامل في طلاح الأبناء فَيَا عَلِيُّهَا الْأَبَاءِ وَيَا عَلِيَةُهَا الْأُمَّهَاتِ إِعْلَمُوا أَمَّكُمْ مَزْمُولُونَ عَمَّا يَنْضُرُ مِنْ أَبِنَائِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَعَلَمُوا أَمْ تَخَيْرَ مَا تَجْرُونَهُ لِأَوْلَادِكُمْ هُوَ تَخْوَى اللَّهُ وَلِقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِيَصْمْ لَذِينَ تَرَفُوا مِنْ خَلْبِهِمْ قُرِيَّةً قِعَابًا قَعُوا عَلَيْهِمْ وَفَلِيَتَّقُوا اللَّهُ وَلِيَكُونُوا قَوْلًا زَدِيدًا وَكَذَلِكَ بِصَلَامِ الْأَبَاءِ يُحْفَهُ الْأَبَاءُ بِكُلِّ تُسْفُئِمْ كَمَا قَالَ سَعَالَى أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ الْقُلَابَيْنِ يَكِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَجْدَهُ خَلْصٌ لَهُمْا وَكَانَ أُرُهُمَا طَالِهَا فَجَعُوا الطَّالِ وَالْأَبَاءُ وَالْكُمَّهَاتِ وَأَنتُمْ أَوْلِيَاءُ الْأَبْنَاءُ فَجْعُوا الطَّالِ وَالْأَبَاءُ فَجَعُوا الطَّالِ وَالْهُمْا طَالِهِ وَأَنتُمْ أَوْلِيَاءُ الْأَبْنَاءُ سَوْفَ تُسْأَلُونَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ فَإِنَّهُمْ صَقِينَةُ الْغَدِ وَأَبَاءُ المُسْتَفَرِينُ ولكم عند الله الثواب الجزيم الثواب الوفيد والأجل العظيم وقال الله على نبينا محمد وعلى آله وضعه وذل فإن أطعتمي فإن نفعتمي للظالم هذه رسالة إليكم فمن الله وإن أطعتم فمنني ومن الشيطان اللهم اغتنا وأولادنا في أحد الأخلاق لا يغتنا سريعها إلا عنك واصرف عنا وعن أولادنا سريعها لا يصرف خليعها إلا عنك اللهم كما أستغلقنا وحزن فرقنا اللهم إنا نعود بك من فكرات الأخلاق اللهم إنا نعود بك من الشقاق والتباق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنج وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك الهداء والصلاح يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته